السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي الأعزاء اليوم نتحدث عن الحالة الأمنية في العراق وأسبابها وبعض الآراء في الحلول المقدمة لذلك أحاول أن أختصر ما استطعت سوف أجعلها عشرة دقائق هذه المرة أنا وعدتكم أن تكون عشرة دقائق ولم أفعل كما أن أحد الأصدقاء قال لي يجب أن تتكلم بسرعة وأن لا يعني يتخلى الكلام كآه أو آه وتتأخر في الكلام هذا شيء غير مرغوب خاصة عند الشباب المهم الحديث موجه بالأخص إلى الشباب طبعا هو بشكل عام ولكنه بالأخص إلى الشباب الكرام الأعزاء أسباب تردي الحالة الأمنية في العراق طبعا لعب النظام السياسي العراقي السابق دورا أساسيا نظام صدام ومخابرته وحزبه لعبوا دورا أساسيا تردي الوضع الأمني في العراق بسبب الحروب والكوارث وإلى آخره ثم جاء الاحتلال طبعا الاحتلال أيضا قصر في هذا المجال كثيرا بل وربما تعمد في ذلك نهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق وإزاحتها من الوجود وهذا شيء كان من الأخطاء الكبيرة أو ربما تكون المتعمدة لأنها ساهمت أيضا في عدم استثباب الأمن في العراق والسبب الثالث هو السياسيون الجدد الذين وصلوا إلى الحكم في العراق بعد 2003 لم يتمكنوا مع الأسف الشديد أن يهتموا بالحالة الأمنية في العراق لأن الأمن هو أساس كل شيء الأمن أساس كل شيء بلد بلا أمن يعني بلا حرية بلا ديمقراطية بلا عدالة بلا اقتصاد بلا تجارة بلا 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 كل هذه الأشياء المهم فالقضية التي حصلت أنه مخابرات صدام السابق كانت تستخدم أولا عملية التسقيط التسقيط للشخصيات سواء كانت سياسية أو اجتماعية والتسقيط هو المرحلة الأولى التي تسبق القتل أو الاغتيال أو التشريد أو ربما بعد ذلك إذا توقف الشخص الذي استهدف بالتسقيط إذا توقف عن العمل وعن النشاط وعن الجهاد وعن النضال ربما لا يقتلونهم ولكن المهم أن يتوقف عن العمل والجهاد والنضال وطبعا تنقسم الجرائم في العراق إلى ثلاثة أقسام رئيسية قلنا أنها الإرهاب والجرائم العادية مثل المخدرات وإدخال المواد الفاسدة إلى العراق المواد الغذائية الفاسدة إلى العراق والسبب الثالث هو الحركات الدينية المشبوهة في العراق سواء كان الشيعية أو السنية أو غيرها فهذه الأشياء الثلاثة الأساسية هي التي تزعزع أمن العراق بمساعدة الدول الإقليم والدول الأخرى في العالم وأن العراق يعني أرض خصبة لجميع المخابرات في العالم خاصة الأمريكية والإسرائيلية والتركية والإيرانية والسعودية والكويتية عدد ما شئت المهم أن العراق مليء بالمجاميع المخابراتية من جميع أنحاء العالم لها موضع قدم ولها منشآت ومؤسسات ومكاتب وإلى آخره فالعراق يعني وضعه الأمن خطير منذ البداية منذ سقوط الصنم في السنة الأولى طبعا من سقوط نظام صدام كان البعثيون ومخابرات صدام خائفين جدا خائفين إلى أبعد الحدود مثل سيدهم كانوا كالجرذان كانوا يختبئون في الظلام تحت الأرض ويلبسون ملابس النساء ولكن بعد أن وجدوا هذه العدم المبالاة من قبل الحكومة الجديدة وبدأت الأصوات تعلوا البعثيون أخواننا ولم يفعلوا شيئا وكانوا مجبورين على الحكم وإلى آخره تعرفون ذلك المهم بعد ذلك نهض البعثيون من جديد رفعوا رؤسهم من جديد وكان أول أهدافهم السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه السيد محمد باقر الحكيم لأنهم بدأوا باستهداف القيادات الكبرى في العراق والسبب في ذلك معروف طبعا يعني عندما تقتل السيد وعندما تقتل القائد الكبير وعندما تسقطه وتسقط شخصيته وتشوه سمعته تكون قد قتلته مرتين على كل حال قتل السيد هناك استشهد هناك طبعا بهذه العملية الإرهابية الأولى التي هزت العراق والعالم فسبحان الله رحمة الله عليه أبا الله عز وجل إلا أن يخلط دمه بدم جده أمير المؤمنين في نفس المكان وفي نفس اليوم المقدس يوم الجمعة المقدسة وبعد الصلاة مباشرة وفي قبر جده عليه الصلاة والسلام فهذه كرامة يا لها من كرامة كرامة عظيمة من الله رحمة الله عليه ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة المهم فقلنا لكم أن التردي الأمني في العراق أسبابه هي التسقيط المستمر حتى هذه اللحظة البعثيون والمخابرات الصدامية تسقط حتى الشخصيات العادية لأن المجتمع إذا أصبحت فيه شخصيات في كل حي شخصية محترمة وفي كل مكان شخصية محترمة ونزيهة وشريفة ووطنية إذن لا يبقى لهم مكان فالتسقيط يعني وسيلة من أكبر وسائلهم عندما كانوا في الحكم وبعد أن خرجوا من الحكم ما زالوا يمارسونها وقلنا أن الإرهاب والجرائم العادية والحركات الدينية المشبوهة الحركات الدينية المشبوهة معروفة لديكم الحركات الشيعية مثل جند السماء وغيرهم وغيرهم موجودين لحد الآن البعض منهم يدعون الانتساب إلى الإمام المهدي عليه السلام وغيرها من هذه الحركات كما أن هناك حركات سنية ولكن النقطة الأساسية هنا أن الحركات الدينية السنية ومنها الكزنزانية الطريقة الكزنزانية هذه الطريقة كانت هي عبارة عن طريقة دروشة طريقة صوفية يعني معروفة في العراق كانت على علاقة وثيقة بالعين عزة الدوري وعزة الدوري كان يرعاها بشكل جيد لذلك هذه الحركة لعبت دورا أساسيا في الإرهاب في العراق هذه الحركة الصوفية تستخدم تستخدم يعني الدروشة والتسبيح وغيرها من هذه الأمور بدأت المشكلة الآن أنها بدأت تنتشر في المجتمع الشيعي المجتمع الشيعي الذين انتموا إلى هذه الحركات السرية الظلامية الحركات الدينية المشبوهة لا يعلمون هؤلاء لا يعلمون ما هي القيادة من هم الذين يقودونهم طبعا هذا احتمال هذا احتمال أن تكون الطريقة الكزنزانية بقيادة عزة الدوري هي التي يعني تغلغلت في المجتمع الشيعي أو الاحتمال الثاني أن تكون المخابرات التركية لأن المخابرات التركية أصبحت لها في العراق قدم قوي وجذور قوية في داخل العراق من خلال الحركات الصوفية والأخوان المسلمين وغيرهم فتغلغلوا في المجتمع الشيعي بهذه الصيغة وهنا الخطورة يعني في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات طبعا الجماعة في المنطقة الخضراء وفي غيرها لا يعلمون يعني عند الصباح كل شيء ينقلب في ساعة من الساعات وفي لحظة من اللحظات تجدون كل شيء ينقلب لأن الوضع تهيئ حواظن والمجتمعات العراقية سواء كانت سنية أو الشيعية أو غيرها بدأت يعني بدأت تستعد لحصول شيء ما بسبب نشاط هذه الحركات الدينية المشبوهة ونشاط المخابرات العالمية ونشاط البعثيين والمخابرات الصدامية التي ما زلت تعمل وما زلت تستلم رواتبها بانتظام لأن النظام العراقي السابق وفر الكثير مئات المليارات من الدولارات واستخدمها في شراء المشاريع في خارج العراق في الولايات المتحدة وفي أمريكا وفي النمسا وفي السويسرا وفي البنوق وغيرها يشرف عليها شخصيا كان يشرف عليها شخصيا عزيز الدوري ثم الآن رغض صدام حسين ويتم طبعا توزيع رواتبهم ومساندتهم ومساعدتهم وتزوير الهويات والوثاق الرسمية لهم ودخولهم وخروجهم من العراق وهم أيضا متغلغلون في مؤسسات الدولة يستخدمون كل الوسائل ويعرفون كل شيء ويساهمون في الفساد الإداري والمالي وغيرها وغيرها الكثير الخابرات يعني تغزو العراق العراق يعني مغزو من قبل المخابرات ومن قبل أيضا المخابرات التي تنتمي إلى دور الخليج خاصة مملكة الإرهاب مملكة آل سعود والحركة الوهابية البغيظة اللعينة التي هي أخت الحركة الصيونية تأسسها في نفس المرحلة الزمنية أهدافهما نفس الأهداف التوسع والدماء والقتل وابن سعود عندما التقى بمحمد بن عبد الوهاب يقول له يقول له الهدم الهدم والثاني يقول له الدم الدم وفعلا هذا هو تأريخهم هدم ودم في كل تأريخهم وتأريخ دولتهم العينة الخبيثة التي شوهت سمعة السلام وسمعة العروب بل شوهت سمعة الإنسانية فالمخابرات السعودية والكويتية حتى الكويت يعني الكويت لعبت دورا مهما أيضا في تخريب العراق أمنيا يعني وعندما في السنوات الأخيرة وجدت أن الوضع الأمني في العراق يؤثر على أمنها هي بدأت بسحب كلابها وخنازيرها من العراق وأوقفت تمويل الإرهابيين والتمويل كان يأتي من دول الخليج على مسمع ومرأة من حكومات دول الخليج كان المتزمتون والحاقدون والطائفيون في دول الخليج يرسلون الأموال الطائلة إلى جميع المنظمات الإرهابية في العراق وكان الضحاء الإرهاب معروف لديكم يعني تجاوزت المليون أو أكثر بريء عراق كلهم أبرياء المشكلة في الإرهاب في العراق هي ليست فقط يعني مشكلة في أهداف هذا الإرهاب كان هذا الإرهاب يستهدف فئة واحدة وهذه مسألة معروفة في العراق لكل منصف ولكل شريف ولكل صادق مع الله يعلم أن هناك فئة واحدة فقط هي التي كانت مستهدفة وهم الشيعة طبعا وهذا شيء يعني معروف ولا داعي للمجاملة ولا داعي للخوف وقول الحقيقة يجب يعني أن يكون يجب أن نقول الحقيقة لأننا إذا لم نقول الحقيقة كيف سنواجه الله عز وجل كيف سنواجه التأريخ كيف سنواجه الأجيال فلذلك علينا أن نقول الحقيقة بما هي لأننا نسجلها للتأريخ نسجلها للأجيال وأيضا الله يسمع ويرى فلذلك يعني كان يجب أن أن نقول الحقيقة المهم المشكلة أن العراق الآن ينتظر غزوا إرهابيا أكبر من الغزو الإرهابي الذي قادته داعش يعني هذا احتمال أنا لا أريد أن أخيف أحد أو أكون سلبيا أو أكون يعني غير متفائل وإنما يعني هذه حقيقة تثبتها الأحداث الدواعش دخل الموصل في ساعات في ثلاث ساعات وأخرجناهم في ثلاث سنوات مقارنة يعني عجيبة وغريبة ومفارقة ليس لها مثيل لذلك يا أخوان يعني من المتوقع أن يحصل كل شيء في أي لحظة لذلك علينا أن نستعد على حكومتنا ومن الأمور التي نريد أن نتحدث عنها في قضية حلول هذه المسألة أن تقوم الحكومة وأن تستعد خاصة المخابرات العراقية المهم على كل حال فتعاوننا مع نظامنا وحكومتنا لكي نبقى على الأقل يعني على المستوى الأدنى من الحالة الأمنية لأنه إذا فقدنا إذا فقدنا الصلة بالنظام السياسي نظامنا السياسي وفقدنا الصلة بدولتنا ومؤسساتنا بسبب هذه الأشياء التي ذكرتها لكم يعني سنفقد الحالة الأمنية في العراق إلى الأبد يعني ستكون كوارث غير طبيعية أبدا يجب أن نكون حذرين جدا فإذا الحل هو أن تكون هناك وسائل للتواصل مع أبناء شعبنا من قبل الحكومة ومن قبل الأجهات الأمنية تواصل مستمر يجب أن يعرفوا كل شيء وكل حركة وواردة وشاردة وأيضا بالنسبة للحكومة عليها أن تقوم بمساعدة جهاز المخابرات لأنه أهم شيء هو أولا يجب تنظيفه من البعثيين ويجب تنظيفه من الطائفيين والحاقدين والكارهين لهذا النظام وثانيا يجب تدريبهم على العمل الصحيح والعمل الشجاع يجب أن يكونوا وطنيين وشجعان وشرفاء ينتمون إلى هذا الوطن وتراب الوطن ويحبون شعبهم ويخلصون لله ورسوله وإلا فإن النتيجة سوف لن تكون جيدة يجب علينا التركيز على جهاز المخابرات العراقي وتمكينه وتقويته وصرف الأموال الطائلة في سبيل تطويره بأحدث الأجهزة المتطورة وتدريب أعضائه تدريبا جيدا وتعليمهم تعليما عاليا إدخالهم في دورات مستمرة وجعلهم يحصلون على شهادات عليا في مجالات مختلفة منها المجالات الأمن السايبيري والأجهزة الإلكترونية وغيرها وكيفية الإحصاء الإحصاء وكيفية الإحصاء ليس الإحصاء السكاني وغيرها إحصاء المعلومات وجمعها وترتيبها وتبويبها وهذه الأمور كلها مهمة جدا فهذه هي بعض آرائي حول هذا الموضوع وشكرا لكم ولا أدري إذا تجاوزت العشرة دقائق أم لا فأنا أعتذر يعني وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بإذن الله مرة أخرى وشكرا لكم كثيرا في أمان الله